قال رئيس مجلس أمناء الشباب المصرية رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد دامامدوح إن الدولة تقوم بإصلاحات في جميع المجالات وأضف أن الدولة تقوم بالعديد من الإصلاحات من أجل تحفيز عملية الاستثمار عملية إصلاح تقوم بها الدولة المصرية في العديد من المجالات خلينا نتكلم عن الجلسة اللي أنا كنت متحدث فيها منذ قليل وهي جلسة الاستثمار وكيف يمكن العمل على تعزيز مناخ الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي مجموعة من الأطرحات كانت موجودة شرفت إن عرضت رؤية مجلس الشباب المصري اللي بتتحدث على كيف يمكن أن نعمل على استثمار إرادة الدولة الصادقة في تحسين مناخ الاستثمار وجود السيد رئيس الجمهورية على رأس المجلس أعلى استثمار واللي صدر قرار تشكيله في الفترة الأخيرة وأيضاً 22 قرار اللي خرجوا منذ أيام قليلة يدونها مؤشر إن في إرادة صادقة من الدولة لتحفيز عملية الاستثمار